وفقرت لها حل دائماً دكتور رائد محسن يصعد صباحك ورمضان كريم دكتور رائد اليوم موضوعنا كثير مهم عن كيفية دعم الأهل لأطفالهم أو لأولادهم المراهقين عندي يمكن بس يكونوا بعلاقة عاطفية وتوقف هذه العلاقة أداش مهم أول شي صراحة بين الأهل اللي يقدروا لأولاد يخبرونا عن علاقاتهم إن كانت بآخر الأيام المدرسة أو ببداية الجامعة صحيح يعني بتدايتي بجملة كتير مهمة نحن حكينا عنها كتير هوني بس مختصر مفيد أنه كيفية انفتاحهم لأنهم السائل بيعتبروها كتير خصوصية يعتمد على تربيتنا الهون وتفاعلنا معهم من عمر السنتين وثلاثة واربعة وخمسة عدم اللوم القاء اللوم عليهم بس عبكررها هذي بأي خطأ يقوموا فيه بعمر اثمينة وتسعة عشر سنين ما يحسوا حاله إنه ماما والبابا دايماً بخطؤوني أنا على أي خلل بعلاقاتي مع الآخرين بشكل إنه ما بيفهموني يعني مجرد ما هني يطلع بظهنهم إنه الماما بتفهمني أو بابا ما يفهمني معيتها ما رح يصير هالشي هذا اللي ما نحكي عنه ولا الله اللي هو يشاركون بمسألة هل قد يخصيل هي علاقة عاطفية ولا حيصير فيه انفصال أو عم بصير انفصال البريكينج فضروري كتير يكون فيها المصارحة لسنا عمد كلمة مصارحة وصراحة بين بعضهم إنه مين من رفاقاتهم عمر الخمسة عشر أو السبعة عشر سيقدر يفيدون بنصيحة وقتكم في انفصال خاصة خبرة رفاقاتهم هي بالعمر ذاته هون المفروض الأهل هني اللي عندهم خبرة هني نحن نقول عندهم خصوصياتهم أولادنا مدرون نخبرونا كل شي لكن بمسائل حساسة مفصلية بحياتهم بديهم نخبروني وهي دي أحد المسائل اللي بدنا إياهون نخبروني إياها للبابا أو للماما لا أحدهم يعني فهون بدي يكون الدور الداعي للأهل يعني أول شي يعطون حق أن يشعروا بما يشعروا به ماذا يشعرون به هو العادة حتى لو كان فكرة بنتي أنه تنفصل عنه أو ابني أنه ينفصل عن شريكته معنيتها هو لحين إزه الموضوع حتى لو كانت فكرته هلا يمكن يكونوا اتنانيته ويمكن يكون هو اللي ما بده وصديقته بده أنه تنفصل عنه وكمان يصير رحالته أسوأ النفسية فإذا أعطاءهم الحق أنه يشعروا بهالشي هيدا إن كان صبي أو بنته عاب يبكي بدون يبكوا يعني هني عم يحزنوا على علاقة مثل ما كمان دائما منقول دفنوها نحن ندفن هذه العلاقة كما ندفن شخص من حبه فإذا عم يدفنوا على العلاقة بالعمر الستعاش والسبع عشر يمكن بيكونوا بينين أمال وأحلام يعني كتير بكير يفتكروا أنه أو نقدروا نحط لهم براسهم وليس هو الوقت المناسب أن نحط لهم براسهم أنه لا حيكون فيه قبل ما تصير مع حدا على طول كذا علاقة من النوع هذا وتنفصله أديها صعب الإنفصل الأول لده المراهب ما هو هذا الإنفصل الأول فإذا فإذا إنفصل الأول بيفتكروا أن هذه علاقة مفروض الدوم سنتين وثلاثة ألا يمكن الدوم سنتين وثلاثة وسبع دوم سنتين وثلاثة وبدون في الإنفصل الأول خاصة بعد علاقة الحب الأول إليمكن يكون في حدا حكي معا أحدا ب Curryستعمل طلاب هذا التعبير أحكيت معاه أحكيت معاه يعني شهر شهرين بيصير فيه نوع من العلاقة خاصة يعني هذهQué bitseer بينغزاء شوي بس ما يكون سهل لهم سبعة شهر اثمانة شهر مع حدا كلمة زاد الوقت بيصعب الأمر مثل مع الكبار يعني بس الفرق بين الكبار و الغار أنه بالنسبة لهم هي أول مرة عبنفصل فأسلا إقرار بأنه أن يشعر ونشعر به دون التفكير بأنه ما قلتلك أنه منه مناسب إليك ما قلتلك أنه بكير قلتلك بكير عليك مثلا هذا الكلام اللي الأهل عادة دائما مستهلك بكون مع المرهقين اللي عندهم نعرف أنه نحن عم تعطى بمشاعرهم وليس بمشاعرنا ولا بتفكيرنا فمثل ما نفس الشيء يا أما بإلا أنه ما قلتلك أنه منه خرجك كمان ما بسوى يكون لأنه بحبه إلا طولة بالك عليه شوية لانا وقت الأهل كمان بحبه صديق ابنتهم أو صديقة ابنهم نفس الشيء أنه بدك بات إلا أنه بركب الطولة بالك شوي لأنه يعني هو متميز عن غيرهم للشباب طب هل هون نحن نجم نترك القرار على الانفصال لأولادنا نحن ما ندخل أبدا بهذا الموضوع القرار قرارون اللي هني بقرروا مفروض نحن أنه أنه نقرفيه طبعا هلا في كتار نوع بشاهدونا بس هلا كلهم بالمدرسة يمكن بشوفوا على اليوتيوب بعدين أنه عم تحكي لي أنه أنه أقول البابا والماما وأنا ممنوع أنه أنه أحكي مع شاب خاصة الصبايا أنه أمنوع أحكي مع شاب عم نقول أنه حيث هناك انفتاح لأنه منذكر الأهل وخاصة الماما أنه لما كنت بعمل بنتك الخمسة عشر والستة عشر غرمتي فأذن والأربعة عشر غرمتي أصلا غريم هلا بدي أحكي على التوقيت الصحيح لأنه دايما بقولوا في أهل أنه أربعة عشر خمسة عشر سنة كتير بكير مين بيقرر بكير للزواج مش للزواج نحن نحكي بالعلاقات الغرمية التي هي بتكون علاقات بريئة طفولية بعدها تتلاقم مع الفئة العمرية ما في شي بكير ما في شي بكير حتى الثلاث عشر السنة بكير لأنه يتلاقم مع مفهومه للحب هل الصبي أو الشاب أو هالمراهق هيدا يكون جاهز لهيدا المشاعر تكون موجودة هي مشاعر موجودة موجودة وتنضج مع عمر الإنسان فهذا مثل الخمسة سنين والستة سنين والسبعة سنين موجودة نفس الشي بـ 12 والسبعتاش والثمانتاش موجودة هلأ الموجود اللي مع بيحكي أنه يفكروا بمسألة جدية الالتزام ويصيروا يفكروا أنه هيدا الشخص بيتزوجه ولي كفى حياتي معه هي بتجي توعية الأهل لكن مش بفترة الانفصال يعني ما بنحكي بهالشي هذا يعني وقت عبدالخبرونا أنا بدي نفصل عن الشريكي أو الشريك ما بنجي يعني ما أنه هلأ وقت الأمة إلا لابنتا أنا لما كنت مع عمرك وكان عمري خمسة عشر كنت أصغر منك بسنة أو أقول منك بسنة وصار معي الشي زيته وأنه بفكرة الأمة وأنه هي عم بتساعد البنت عم بتساعد بنتا عم بتشركها بخبرتها بالعلاقات العاطفية هيدا ضروري لكن ليس هذا هو الوقت الصحيح هيدا بالوقت اللي يكونوا يعدين عادي هيدا جزء من الفاميلي هسري من تاريخ العائلة أنه تشاركي خبراتك مع بنتك هلأ طبعا في كتير أمهاتي ممكن ما بحبوا يحبوا هيك مع بناتهم لأن بيعتبروا أنه بفتح لعناية عناية مفتحين على علاقات العاطفية قداش فيه مفاهيم خاطئة لدى الأهل كانوا يمكن أهليون يتعاطوا معهم في حملوا هيدا المورثات وكمان عم بتطبقوها على أولادهم صحيح نحن نقول أنه ما في شي مفاهيم خاطئة ما ينطبق على القيم طبعها العائلة ينطبق بس نحن نقول هالقيم هيدا تنطبق على الواقع التي عم تعيشوا بنتك مع أصدقائها عم بتطبقوا يعني أنت يمكن حلمك أنه بنتي ما يكون في عندها أول علاقة تحب غير تسير مرحلة جامعية البعض بقولوا بعض مرحلة جامعية هيدا حلمك لكن بالواقع هي تحتك وتتفاعل فإذا ممكن كتير من الطبيعي أنه يصير عمره 22 و23 وما تكون بعلاقة حب ومن الطبيعي أنه يكون عمره 14 سنة و15 سنة أنه تكون بعلاقة حب حسب مفهومة للحب فإذا اتنايتهم طبيعي هل الأشخاص أو المراحقين اللي بينغرموا بعمر صغير 13 14 سنة هل هيدا نابع من ناقص عاطف ما في المنزل أو ما دخل لا ما دخل دخل إنه إذا حدا عمره 14 سنة تنغرين بحدا عمره 21 سنة 22 سنة الفتاة 13 الشاب 21 في شي غلط لا لا عندها الحاجة لكون حدها الأد أكبر منه أين هو الأب بعلاقتهم لحتى هي هل هو يمثل بشكل من الأشكال صورة الرجل الناضج التي تفتقده في حياتها هون بجي دور العم والخال إذا كان الأب غير موجود وليس على قيد الحياة أو إذا كان في المغترب لكن إذا كان موجود معنات هذا جهاز أنزار للأب أنه أنت موجود جسديا ولكن لست موجودا نفسيا ونفس الشيء يمكن تكون بعمره 14 مع حدا عمره 19 و20 لأنه مغرمت فيه وهون بيجي طوعية الأهل والفرق بالعمر بهالمرحلة هيدا لأنه فرق عمره ست سنين وسبع سنين فيما بعد طبيعي لكن بالعمر هيدا خبراتهم حاجاتهم للشباب العمر 21 غير حاجات الشاب الـ 14 و15 بالنسبة لتطلعاتهم ما يتوقعون من العلاقة العاطفية فهيدا كله الحكي هيدا أسئلة عن تسألية ضروري ينحك فيها لكن مش بوقت الانفصال وهون الغلط بيصير أنه الأهل بفيقوا على الموضع هيدا وبدوا يعطوا درس من حياتهم ومفاهيمهم وخبراتهم بوقت الانفصال اللي هني ما بدوا يسمعوا شيء هني لأنه يمكن بيعتبروا أنه هني عم بيخففوا على هيدا الشابة والصبية وطقت وأساوة هيدا الانفصال أنه نحنا كان في عنا حدا بحياتنا منحبه مع وادين نحكي معه مع وادين يمكن نعمل أكتيفيتيز نحن وياه وفجأة اختفى من حياتنا أو يمكن دخل لحياته حدا تاني صار الانفصال دكتور هون الأهل دورهم كيف بيمنعوا أولادهم لأنه فيه أشخاص بتتأثر أكتر من أشخاص ما يروحوا بطريق الاكتئاب أو يمكن يتأثروا بدرسهم بعلماتهم لا حيتأثروا طبتنا من الأخير حيتأثروا إذا كان ما فيه شيء ما بيأثر على شيء حسنا قد يتطول لأنه حدث ذكرت كلمة اكتئاب اكتئاب هالأهل باستعاطهم وستعاطهما أنه يتعاطوا مع حالة الاكتئاب لأبنهم أو ابنتهم هون بيصير الاستشارة الاستشارة مع حدا اختصاصية بهالموضوع هذي منه غلط لكن الاكتئاب بمعنى أنه مرحليا طبعا على أربع تيام عاب يبكوا وهذا شيء طبيعي حتى لو أخذناهن أنتحي الله استشارية مين مكان يتكون مين مكان يكون مرحلية أنا قلت ستعاملت كلمة نتفن العلاقة عندنا نتفن العلاقة نحزن نحزن بدنا شوية وقت حتى نرجع نوقف عجرينا هون نفس الشي أنه هذا الشيء الصدمة أوقات تشكلهم حالي من الإحراج أمام أصدقائهم وصديقاتهم بالمدرسة أو بالجامعة الزكاة عامرهم 18 و 17 بالمحيط تشكلهم حالة إحراج كما يريدون ندعم ونتفهم الشيء هيدا وابعادهم عن الوسائل التواصل الإلكتروني مش بعادهم كليا يعني ما يحطون هون النصيحة بتجي أنه ما ضرورة تحط شيء على لأنه شو بقواد فشوا خلقهم ضد الشريك السابق على مواقع التواصل على مواقع التواصل جروب هني عاملين أو كذا لا هيدا هون أو يحكوا شيء ما نميح عن الأكس هيدا ليس المكان المناسب ناتج عن غضب لأنه هون هون نبو وحب يحكي عن الأخلاق أنه نحن نحتفظ بسريء خصوصية العلاقة مع شريكنا وشريكتنا وهيدا الشيء المميح ومن ليش منيح نحتفظ فيه لقلنا منبوح فيه للعلن خاصة بعدين يمكن يندموه وكل هجوم بدكم فقلوه هجوم معاكس فإذا إذا إجيت هجمة الأكس طبعا الشريكة السابق بالمواقع التواصل لحيهجمها أو الزقاء لحيهجموها فابتعاد عن هذا الشيء هون بتجي نصيحها بوقتها لكن هيدا الدليل لما نحكي عن إنه انفصال يعني بعد نحكي مع أولاده بناته عن العلاقات العاطفية بدو يجي وقت نحكي نحن يقول عن وحكينا كثير عن التفقيف الجنسي إنه نحن بيتصابق مع المواقع التواصل الإلكتروني والمواقع الإباحية بعمر التسع سنين والسبع سنين عم يفوتوا أولادنا بناتنا على مواقع التواصل الإباحية بشكل غير مباشر يعني هو الموقع يجي لعنده فبالصدفة أوقات عن قصد فإن تفقيف الجنسي كي نسبق هالم موقع الإلكتروني هيدا بطلت مثل أيام حدا بقول هلأ أنت أهلك حكي معك جنسيا إذا كنت موليد الستين موليد الخمسين موليد حكي أو ما حكي ما فيها كثير أذى يعني تصير ثقافتك جنسية تدريجية لكنهم ما فيها تدريجية في ضغري في هجوم مباشر في مقدمة غير صحية للمسائل الجنسية بواسطة مواقع الجنسية الإباحية نفس الشيء بالنسبة لعلاقات العاطفية لا ننتظر أنه كأبني أو بنتي هلأ سير عندهم عليها عاطفية أو نشعر بأنه عندهم عليها عاطفية بدي هيئة للصدمة والانفصال لا خليها تكون سيري سيري بالأب مع ابنه مع بنته إذا كان في كتار مثلا عندهم زواج أول ولهدهم ما بيعرفوا طيب الناس حولكم بيعرفوا أنه كان في زواج أول يعني حلوة مثلا بكرة بنتك أو يكتشفوا يقولك بابا أنت كنت مزوج قبل الماما طيب الناس كلها بتعرف يعني ليه بدأ بنتك لعمرة 15-16 تكتشف من باباك يعني الثراحة هي القاعدة الأولى صحيح ونفس الشيء إنه ماما كان عندها بويفريند يو عمره 15 سنة مثلا الكل كان يعرفوا من خليطة وصديقات أمه وكذا وإجي تحدى من صديقات أمه هل هذا الشيء صح إنه الأم تحكي عن يمكن فترة مراهقتها مع أطفالها صحيح مدرورة إلا فلين اسمه كان كذا وهيكي لكن هذا جزء من تاريخك يا ماما وبنتك صاري طلق من عملك لما أنت نغرمتي طيب أصلاً هلأ عم نغرمه مش عم نغرمه بوقت أبكر لا لكن عم يعلنوا عن علاقاتهم يعني كانت علاقات تكون سرية بالماضي أكتر والخصوصية أكتر طريقة وجود المواضيع فيها وقاحة شوي ببعض الأماكن فيها علانية مش بس علانية نعم نشوف أشياء يعني تطور هذا الجيل وللأسف التطور التكنولوجي بكافة زر يعني كل شخص تعرف عنده تليفون عنده آيباد وعنده اللابتوب طبعه هيدا التطور يمكن أخذنا على طريق الأهل ما بقى عم بيقدروا يلحقوا هؤولادهم عم تشوفوا هيدا الحالات بالعيادات صحيح هيدا هون يبيشي ضغط ضغط الأطراب ضغط الأصدقاء أنه أنه بصير بسرع بإقامة علاقة لأنه أفضل صديقين أصدقائه وصار عندهم جورفرند صار عندهم شريكي معني هو كمان لازم يسرع هوني بنا نقول أنه لما تلاقي الشخص المناسب اللي بتحب تحكي معه أكتر ومضي معه أكتر بالمدرسة أو خارج المدرسة هي بتكون شأن كتير طبيعي يعني هيدا طبعا الأوعى وأصحى وبكير اللي حيعملوها موردها لكون يعني ما معقول حدا هلأ في هذا الزمن مهما كانت البيئة محافظة ونحن هيدا معنا منا هم هني بفكروا أنه هيدا معنا منا بالعائلة أنه بنتنا تنغريمة وأبنا من غريم بعمل 14 و15 أنت واهم أنت واهمة يعني في مفاهيم خاطئة بعد كنوا مكمشين فيها وللأسف يعني توقعات أمنيات أمنيات لا تتلاءم مع الواقع حتى ما نقول مفاهيم خاطئة نصيحتك للأهل اليوم اللي عم يحضرونا دكتور أنه يكونوا منفتحين مع أولادنا على كافة الأضايا المالية وغير المالية والدراسية والأكاديمية مع صديقاتهم وزملاء وزميلاتهم حتى إذا صار فيه مسألة حميمة هلأ أدو خصوصية لأولادنا بعمر معين يقدروا يحكوا إذا مسائل تانية ما بيحكوا كيف يحكوا بمسألة هلأ أدو أساسية وعميقة بالنسبة لهم ترسمهم خط لحياتهم بعدين بنجاح أو بفشل بدأت شكرك دكتور يعني نشوفك نحن الأسبوع القادم إن شاء الله